ريحان هات بجنن شوفي اي حلو كتير انا كتير متحمسة لعرسكن انتي رح تكوني مثل الاميرة لما تفوتي الكل رح يكون عم يطلع عليك ويطير عقله بجمالك رح تكوني طالعة كتير حلوة لدرجة تخلي كل العالم تتفاجأ شباكن تأخر الوقت وانا صار لازم امشي سيد امير في موضوع ضروري بدي احكي معك فيه شفت الست جاهدة اليوم كانت قاعدة عند الساحل لحالة جهز لي السيارة خير شو صاير عندي مشوار صغير بس اصحك تروحي قبل ما ارجع ماشي ما بتأخر اتفقنا استنيني بالبيت الي اجي في الم desperض legislators تعدي م tertغية تابعي نعاشك في ان ينتهي ليسوا عشان للاطراع تابع مرة بذر بذر عمث اللح Vogوان و passport عرفت وين أنا معناها ما عد في داعي ضل هرباني يلا خلينا نروح جاي معك أمير استنى شوي كنت عرفاني إنه علاقتي فيك مستحيل تتأثر بسبب هيك موقف وإنك رح تفهمني أمي نحكي بالصالون مو على الباب فوتي أمي هلا أنا جمعتكن مرة تاني لأن الموضوع اللي رح أحكي فيه مهم وضروري كتير أنتو كلكن تعرفوا الأوقات الصعبة اللي مرينا فيها الوجع يلي عشناه كان كبير وخاصة إنتي أكتر واحدة جرحتي وانوجعتي وآخر موقف مبارح لما رحنا نطلب إيدريحان يلي صار كان بشع ومهين أنا عمقول كان بشع بس أنا برأيي إنه كلمة بشع كلمة قليلة كتير على الموقف يلي صار خلونا ننسى ونفتح صفحة جديدة ونمحي كل شي قديم ونبلش على صفحة بيضة ونضيفة من هاي اللحظة بدي كلياتنا نعيد حساباتنا ونبلش من جديد ولهيك قررت إنه مسؤولية هذا الأصر رح أتصير لريحان واللي بتقوله هي بده يتنفس فورا والكلمة النهائية لإلو أي قرار بده يتاخذ عنده يعني بالمختصر ست الأصر وصاحبته الجديدة هي رحان تارهون هذا قراري ممنوع أي حدا من كوني أعطرت وحتى أنت اللي عملتيه كتير بس لأنك أمي من واش بيحترمك وبغض النظر عن كل الأغلاطي اللي أغلطيها أنا رح أنسى الماضي وكل شيء سويته بس خلص بكفي برأيي صار لازم كل واحد يعرف حدوده استغلي هالفترة لتراجعي حالك وتعيدي حساباتي أنا رح أنسحب وأترك كل شيء لأنه أنت قررت أني ما يكون إلي علاءة ولا كلمة بهذا الأصري اللي مفروض أنه هو أصري أمير ليش هكي عملت أنا بس عملت اللي لازم ينعمل ما حدا يناقش قراري الاعتراض ممنوع وهلأ صار فيكن تروحوا على شغلكم آسف عطلتكن اشتركوا في القناة